اشتركوا في القناة لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وكذلك باستحضار وعي شباب وأنا شابة منتخبة وأغلب الذين صوتوا كانوا شباب إذن هنا ثقة ووعي من شباب الأقاليم الجنوبية بهذا المصار التنموي والعناية المولوية التي يوليها سيد صاحب جلالة للأقاليم الجنوبية إن الحديث عن حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مرهون بالخطب والرسائل الملكية السامية التي تشكل مرجعية حضارية وفكرية وسياسية وقانونية وثقافية مركزية موجهة ومؤطرة لأدوار وأعمال المؤسسات الدستورية ومختلف الفاعلين كما تشكل آلية للتواصل السياسي الوطني باعتبارهما أسبى تعبير عن الرؤية والاختيارات والتوجهات العليا لإرادة الدولة على مستوى التصور الاستراتيجي والمنهجية السياسية والتشخيص الواقعي والرؤية الاستشرافية لقد شكلت حقوق الإنسان على الدوام أحد ثوابت الخطب الملكية والرسائل الملكية السامية التي تميزت في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله بكونها تعكس رؤية ملكية ريادية متبصرة من حيث نهجها ومقاربتها وإنسانيتها من حيث غاياتها وأهدافها النبيلة منسجمة على مستوى بنياتها ومنظماتها بشكل شمولي من حيث أبعادها وقضاياها ومجالاتها يقول جلالة الملك نصره الله في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 36 للمسيرة الخضراء بتاريخ السادس نوامبر 2011 أما على الصعيد الحقوقي فإنه علاوة على ما جاء به الدستور من مثاق متقدم ومؤسسات متكاملة لضمان حقوق الإنسان وكرامته وحرياته بسائر أرجاء الوطن فقد تم إحداث آليات حقوقية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بما في ذلك أقاليمنا الصحراوية انتهى المنطوق الملكي السامي إن مسار حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية يظهر جليا من خلال وثائق الأمم المتحدة وكذلك نماذج من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة التي تقدم معطيات دقيقة من حيث سبل أشكال تفاعل بلدنا وتعاونها مع مؤسسة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وآليات الاستعراض الدولي الشامل إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الذي يعد طبقا لقرار مجلس الأمن الوثيقة الأممية الوحيدة التي يتم بموجبها إحاطة هذا المجلس بالحالة في الصحراء حيث يعرض تطورات خلال الفترة الفاصلة باجتماعات المجلس حول القضية ويتناول وصف الحالة في الميدان وجهود التسوية والمفاوضات بين الأطراف العاملة على تنفيذ بعثة المينورسو وأنشطتها المتعلقة ومراقبة واحترام وقف إطلاق النار والإجراءات المتعلقة بالألغام والصعوبات والتحديات التي تواجهها والمساعدات الإنسانية والأنشطة السياسية للأطراف مع الأمم المتحدة والتدابير والإجراءات التي اتخذتها في المنطقة على المستويات الدبلوماسية والسياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية وتدابير بناء الثقة ووضعية حقوق الإنسان بالمنطقة والجوانب الآلية لعمليات بعثة الأمم المتحدة وملاحظات وتوصيات الأمين العام ويركز التقرير على الجوانب الحقوقية والإنسانية ومع مختلف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالخصوص مع المخوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات وآليات استعراض الدوري الشامل احتراماً منا للصحافة وانا كنت صحفية سابقة سأحترم الوقت شكراً لك الموضوع طويل والكثير من المسارات الحافلة التي يمكن أن نذكرها لكن سأحترم الوقت على خلاف بعض زملائي ولكن سأحترم الوقت ختاماً نتمنى دائماً أن تبقى بلدنا مزدهرة تحت قيادة سامية في بلد يحترم مؤسساته ويحترم الصحافة ويحترم حقوق الإنسان دمنا ودمتم خداماً لهذا البلد كل من موقعه وصفتي شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة